السلام عليكم كانت من الفيديو ديال اليوم يلقاكم في افضل و احسن الاحوال يا رب كيفما كتشوفوا معي هاد الرشيما وكذلك الخيوط اللي غادي نخدم بيهم على شكل البتة و هاد الوينات الثلاث وقدر ان شاء الله نخدم بلون اخر كاضافات مهم غادي تشوفوا معي ذاك الشي في الفيديو في الاخير ان شاء الله المهم بالنسبة للرشيما كيفما كتلاحظوا وغادي تكون بهذا الشكل يعني رشيما خفيفة كان الناس بزاف وغبحال هاد النوع دي الرشيمات اللي تيكونوا بساط وقفاف تجي على جانب يعني في الصدر يعني رشيما خفيفة هكذا كتجي يعني حلوة و جميلة ان شاء الله وكل هاد طريقة باش غادي ترزان غادي انترزها بهذا الطريقة ان شاء الله كانت من نتعجبكم كيفما كتلاحظوا الارقام ديال الخيوط هما كالتالي بالنسبة للقادية ديال الارقام حاولوا ما امكن يعني ما تتلحوهمش او ما ترموهمش لانا انا كنت كان رميهم كنت كان وقع في مشاكل كثيرة لدرجة ان مثلا كان بداء مثلا في القفتان وفي الاخير تبقى لي واحد جزء بسيط باش نكمله لكن الخيط كمل لي فمليكا مش عند باقيه يعني من المحل ديال الخيوط كان اتيه يعني اللون ولكن ما تلقى يعني مقرادة القياة فاتح عليه غامق عليه ما تلقاش اللون بضبطه تبقى يعني انقلبه بزاف فلهذا من اللول يعني ذاك الرقم يعني حاولوا تعقدوه يعني بالطرف ديال الخيط اللي كيكون في البتة باش هو يلقى لكم يعني بكل سهولة يلقى لكم الخيط واللون ديالو وبالرقم ديالو مهم هديكا نصيحة خاصة بالنسبة المبتدئين الابرة غادي تكون ابرة عادية كين اللي كيخدم بابرة يعني حسب حسب النظر ديالو يعني هدي ابرة اوسط يعني وسط فصراحة كنت في البدايات ديولي كنت كنخدم بوحة لابرة يعني اصغر ابرة يعني صعيب انك تاخدها بني الدك وهي صراحة الميزة ديالها يعني باش ما كانت صغيرة كتكون في نيسيون اكتر يعني كتكون دقة كتكون يعني الطرزة يعني متقونة بساف ما تتكونش يعني متقوكا هادي كذلك نصيحة تانية المهم بالنسبة للرشيمة غادي تكون بهات التاريخة كيس باقي قلت لكم يعني رشيمة سامبل ممكن تم تستعملوا الوان اخرى انا اختارت هاد الالوان ممكن ترزوها بشكل يعني كين انواع ديال الخيوط انا شحال هدي ما اترزت به هاد البتة اه صراحة هي كتتعجمي بالساف وكتطلع لي كرشيمة ضغياء العيب اللي فيها انها ما كتبريش يعني ماشي بحل ديمسي او بحل ديك البوبينة باش كانت ترزو غدي تلاحظوها يعني في فيديوهات سابقة يعني ترزت بها بزاف اكل مرات اه هي كتبري يعني ديك البوبينة ديالطرز الرباطي لا باليد ولا بالالة يعني الميزة ديالها بغيون كتعطي الضلال لراسها يعني كتبليك بلا صغمقه بلا صفحة حواده لفونتاج اللي كان في هاداك الخيط مهم دخلوا الفيديوهات اللي كان في القناة ان شاء الله راعة تلقوا اه يعني اعمال خدمتهم هاداك هاداك الخيط فممكن هاداك الخيط او لهاد الوريقات تخدموهم افقيا او لا عموديا انا اه عجبتني هاداك طريقة يعني اه كتجي فالمنظر مزيانة فكما لاحظو في البداية فالالوان يعني كاللون اه اصفر داكين والاخر يعني فاتح عليه فغادي نبدأ من الاسفال باللون الداكين ومن بعد باش ما غادي او كنفتح الالوان فصراحة الالوان اللي كانت بغيت بالضبط يعني ماشيش هوا هادو لانا تشير اللي اللي قيت في المحال انك تبغيت يعني يكونوا حتى لربعات الالوان يعني فمثلا في اتجاه واحد او لا مثلا لون الاصفر يكونوا اربعات الالوان متقاربين هاشي اللي كانت بغيت باش للعب بهم اه فرش معهم لكن بحكم انني لقيت جوج الوان ومحتهما ماشيش يعني متباعدين شوية يعني متقاربين بزاف فما غادي شايتو منظر اجمل ويعني اكتر في الاخير يعني مهمنا غادي نحاول ما امكان نوصل الفكرة اه غادي تلاحظوا دائما بانا اه دائما احنا مقيدين بال بالمواد اللي عندنا يعني كاتبغي يعني كاتبغي تبدعي فاديك الرجمة ولكن ما تتلقايش ما تتلقايش الالوان او لا المواد الكافية يعني خستمشي من دين اخرى يعني باش تبحتي وباشت يعني فكاتكتافي بهذا او لا تكشي لجريتي لانا كما قلت لكم تكون ثلاثة المحلات ونفس السلحة رائجة ايجا فهذا المحل فهذا المحل فهذا المحل ما تتلقايش محل مميز في يعني سلحة اللي تشوفها وتقولي واو غادي ناخد هذه السلحة باش نخدم بها كده وكده يعني ماتت كما قلت لكم حنا باقي عن هذا النقص انا خستمشي من دينة بعيدة كيلومترات يعني باش دمشي باش تشري هذيك هذيك سلعة المهم هادش اللي كان هادش اللي اعطالله اخوتي العزاز وخوتتي العزازات كانت من اللي باقي ما شارك في القناة يشارك ويفعل الجرس باش يوصلكم اي جديد مني واي فيديو حطيتو يعني يوصلكم وكانت من لايكات منكم وتعليقات يعني محفزة ولي عندها شي سؤال اه تفضل يعني ان شاء الله نجاوبها ولي حبت يعني شي فكرا اه نشاركها معها يعني نحاول ما امكن يعني نخدمها معكم اه نشارك فقد نعود نخدم بنفس اللون لكن في المرحلة كانت ثالثة هي اللي غاد نفتح فيها اللون يعني هيكون شوية فتح عليه المهم هاد ممكن تخدمه بلون اخر يعني ممكن تخدمه باصفر فتح بساف يعني اصفر اصفر او لا ممكن وردي كذلك غادي جي جميل جدا اه المهم انتو ما غاديت يعني الفكرة هي هادي وانتو ما غاديت تزيدوا من عندكم يعني او لا تبدلوا الالوان تبدلوا كذلك حتى المواد لانا اه هاد المجال اه واسع واسع جدا ممكن هاد نفس الرشماء مثلا ممكن نخدمها بطريقة اخرى بالوان اخرى وغادي اعطي ديكور اخر مثلا ممكن نخدمها بخيط كما قلت لكم داك البوبنات او داك البريوم غادي اعطي واحد منظر ممكن يكون اجمل من هكدا ولا ممكن مهم غايكون اختلاف كبير يعني نفس الرشماء وممكن نخدمها بكذلك بالتنبات يعني غادي اعطي منظر اخر يعني تيكون يعني حسب المواد اللي عندك هات خدمي بيهم وكاعدتي يعني كيبدل المنظر ديال هذيك الزواقات اللي عندكم وخال نفس الزواقات كما قلت لكم يكفي انه يعني شوية شوية التفكير وان شاء الله تحصل على ارشيمات كيف مما بغيتي وان شوية التفكير وان شوية التفكير وان شوية التفكير وان شوية التفكير وبنسبة كذلك بهاد البطرة خدمت بها اعمال سابقة ركينا في القناة يكفي انكم تدخلوا لها واتبحتوا غادي تلقاوا اعمال خدمتهم بهد البطة في ديك الفترة يعني تقريبا هاده عام عامة كامل شباش زادوا الثمن بديل هاد البطة يعني كانت صارحة كانت رخيصة تيكسة كانت بثلاثة الدرهام كانت بثلاثة الدرهام وكانت موجودة يعني اي لون بغيتين كتلقاي اي لون كانت موجودة بكطرة هذا اللون الناير الخيط انقارض عنه في المحلات يعني كتلقي قليل لهاده الناير الخيط ومتتلقيش العلوان كلها متتلقيش الالوان الكافية بحكم انها تزاد الضوبل و تزاد واحد شوية كانت تستعب بثلاثة درام سبعة درام على ما اظن سبعة درام باش تطلعي بالنسبة المبتدئين باش تطلعي قفتان او لا بها دنوع دي الخيط شوية غالي ومشكلة انه قليل قليل بساف فهنا بالضبط خدمت باللون فاتح وكيف ما كاتشوفو انه ما كيش فرق كبير بالول و بالتاني هاد شلي بغيت نوصل لكم يعني بغيت اللون يعني يكون بدراجة مختلف يعني مختلف شوية باش يأتي باش يأتي النظرة مزيانة وديك النظرة اللي بغيت يتوصل ليا يعني كنت بغيت صارحة بغيت لون يكون فاتح بساف باش تبان الوريقات يبانوا افتح كيف ما لحتو حاوت ما امكن يعني اللفان دي الزواقان خدمها باللون فاتح شوية موهم هادشي لوصلت ليه وبالنسبة زد بان زد لون اخر داكن باش يأتي كذلك منظر مختلف وكذلك دخلت اللون وردي ممكن تما تدخلوا لون وردي فاتح على هكذا او لا هاد اللون بالضبط مهم باش يكسر هادك اللون الاصفر يعني يحاولي الدخل لألوان اخرى باش تأتي منظر اجمل المهم بالنسبة الوريقات اختارت هاد اللون اللي غادي يجي مناسب مع هاد اللون الاصفر كين ان الوان خضراء بالنسبة الاوراق ولكن هادا جاني اجمل فحبيباتي كانت من ارشي ما تعجبكم كيما قلت لكم انا ممكن تزيدوا في العدد الوريقات ممكن تزيدوا في العدد ديال الوريضات ممكن تكبروها يعني انتو ما كتلعبو على ارشي ما كيف ما بغيتوه اخواتي العزازات كانت من ان شاء الله تنتو ما تديروا قناة لملا يعني كل حدا فيكم تدير قناة يعني خديل الطبخ وخديل الدكور وخديل مثلا ديال الصنعات يعني الحرفات ديال الراسم ديال يعني كي نعطه الله ما يدال واكيد كل حدا فينا عندها عندها ميول او هواية خاصة بها يعني ما فيها بس انها تدير قناة يعني الافكار ديالها تشاركو مع الناس اللي غايستفدوا منها منها صدقة جارية منها غاي تعلمو منها البنات يعني اخذ مولا راسهم من بعد يعني وتهو ما نفس الشي من بعد يدير القناة او هي غادي هكدا يعني كانت من كل حدا فينا تدير قناة وخا كان شوية ديال الصعوبة في البداية ولكن من بعد يعني غادي تحسي بانك تبغي تحطي فيديوهات يعني وكون عندك واحد النشاط واحد واحد الرغبة واحد يعني غاي تبدلك يعني تبدلك طريقة باش عايشك في الحياة تديرك يعني غايكون عندك واحد الهدف انك ديما تتمنى انك تتفقي الصباح باش تعطي يعني اللي عندك يعني تعطي الجديد منك للناس والناس صراحة محتاجين يعني وخا تقولي انها تشير مشي شي حاجة لكن اكيد مهم غا تلقي ناس اللي غادي بغيروا العمل ديالك وخا تكونوا يعني يعدون على رؤوس الأصابيع ولكن على الاقل غا تلقي واحد النسبة او واحد الفئة من الناس اللي غادي تتبعك واللي غادي تعجبها الأفكار ديالك والأعمال ديالك يعني ما فيها باس يعني وخا كما قلتكم قد تكون بداية صعبة ولكن بعد كي يجي كدك شي عادي ويعني وكتحسب واحد اللي نغجي وواحد شعن بالنشاط واحد مهم وكانت منها لأي وحدة فينا لأنه صراحة شي ممتح انك تديري شي حاجة اللي يعني كتعجبك وكتبغيها بزاف وهاد شي اللي كاين المهم هدي هرشي ما اللي حصلت عليها في الأخير كانت من ان شاء الله تعجبكم وطرقكم وحاولوا تطبقوها وان شاء الله كين افكار جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة